يتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي مساراً اقتصادياً متكاملاً يحفز القطع الخاص على الانتاج والتصدير للخارج وفيما يخص ترشيد ورفع كفاءة الانفاق العام تواصل الحكومة تطبيق موازنات وخطة البرامج والأداء لتحسين كفاءة الانفاق العام منذ عام 2016 وتواصل الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إجراء إصلاحات مالية ونقضية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية مزمنة كان يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود فيما يخص ترشيد ورفع كفاءة الانفاق العام تواصل الدولة تطبيق موازنات وخطة البرامج والأداء لتحسين كفاءة الانفاق العام وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة مع العمل على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة وتعمل الحكومة الجديدة على مواصلة جهود الإصلاح الضربية بهدف زيادة حصيلة الإرادات الضربية من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضربية والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس فضلاً عن دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضربية كما تبدل الحكومة الجديدة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي جهوداً كبيرة في التوسع في استراتيجية المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاصة وتجنب تأسيس المشروعات الاستراتيجية عبر الاستدانة من الخارج ونجح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات وذلك بعد مرور سنوات من العمل والبناء والإصلاح على نحو ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية واجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات وحظيت الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري بإشادة المؤسسات الدولية حيث قررت مؤسسة التصنيف الاقتماني مودز وستاندرد أند بورز تغيير نظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية كما توقع تقرير جديد لبنك الاستثمار الأمريكي جولدي من ساكس تصارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.9% في العام المالي 2024-2025 وأن يتراوح في المتوسط بين 6% و 6.5% اعتباراً من السنة المالية التالية فصاعداً كذلك قال صندوق النقد الدولي إن الجهود التي تبذلها مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي والمزيد من التمكين للقطاع الخاص وهكذا يعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي سياسات اقتصادية متصقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة من أجل تحفيز الانتاج المحلي قواتها